للبعد الاقتصادي في ثورة الثالث والعشرين من يوليو جانب كبير ومضيء حيث أنشأت مصر عقب الثورة أكبر قاعدة صناعية حيث بلغت عدد المصانع التي أنشأت في عهد الثورة ألف ومائتي مصنع وربما هذا جانب مهم من جوانب الإيجابية لثورة الثالث والعشرين من يوليو حتى الآن المواطن المصري في أماكن كثيرة ينظر إلى النهضة الصناعية التي حدثت خلف ثورة الثالث والعشرين من يوليو مباشرة ما زالت هناك المصانع التي تم افتتاحها كانت عين القيادة السياسية في ذلك الوقت على التنمية الصناعية التنمية الاقتصادية باستخدام التنمية الصناعية أيضا وازدراعية التنمية الصناعية شهدت تطورا كبيرا في مصر عقب ثورة الثالث والعشرين من يوليو من باب أن مصر تمتلك قرارها وتمتلك قوتها وتنشئ المصانع لخدمة وتعزيز وتنمية الاقتصاد المحل وإذا كنا نتحدث عن الاقتصاد والجانب الإيجابية من هذه الزاوية معنا الدكتور وليد جبلة عبر الهاتف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وأتشاهد دكتور وليد أهلا بك معنا يا فندم وكل سلام حضرك طيب أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل السلام المشاهدين أهلا بحضرتك نريد تسليط الضوء أكثر على الجانب الاقتصادي فيما يتعلق بثورة الثالث والعشرين من يوليو وكيف ساهمت في نهضة القطاع الصناعي في مصر والاقتصادي بواجه عام طبعا ثورة يوليو أمد بدور كبير في تطوير القطاع الصناعي هي بدأت في البداية بتهيئة مناخ الاستثمار والتواصل مع المستثمرين وتقديم مجموعة كبيرة من الحوافز وكان هدفها التركيز على القطاع الخاص الحقيقة كان هدفها في البداية ثم قتت بعد كده مرحلة ومع تأخر استجابة القطاع الخاص لمشروعاتها التنموية ابتدت الدولة تتدخل وابتدت تقوم بالفعل بالتصدي لمشروعات كبرى من خلال خطتين خمسيتين تم فيهم إنشاء عدد كبير جدا من المصانع الثقيلة الاستراتيجية الخاصة بالصناعة في ذلك الوقت ركزت على الصناعات الكبرى الحديد والصلب الغزل والنسيج الألمونيوم الصناعات الكبرى كانت هي الاستراتيجية الأساسية التي قامت بها الدولة الدولة وصقت علاقتها مع تكتلات كبرى في العالم ساعدتها في أنها تدخل التكنولوجيا إلى مصر المصانع التي قامت بها الصورة لازالت الكثير منها يعمل الآن والآن الدولة المصرية تعيد تطوير تلك المصانع وتعيد اكتشاف قدرتها وهناك مشروع متكامل لتطوير المصانع الباقية حيث تقادمت التكنولوجيا إلا أن هناك محاولات تطوير بنتبعها في بناء أكبر مصنع نسيج في المحلة الكبرى لتطوير قطاع النسيج في المحلة بنتبعها في تطوير شركة النصر للسيارات بنتبعها الحقيقة في الكثير من الشركات التي يتم تطويرها حاليا نعم إذا كنا نتحدث عن الاقتصاد فالاقتصاد صناعة وزراعة سريعا دكتور وليد وعذرا لضيق الوقت إذا كنا نتحدث عن الإصلاح الزراعي الذي قامت به ثورة الثالث والعشرين من يوليو والنظر أيضا إلى اهتمام الدولة الآن بتوسيع الرقعة الزراعية في مصر طبعا ثورة يوليو قامت بمشروعات كبرى في الكطاع الزراعي وتابعنا مدرية التحرير وتابعنا تطوير نظم الرأي في الداخل المصري ما ندرش ننسى أن السد العالي هو يعتبر ثمرة من ثورة يوليو واللي من خلاله تم تطوير الرأي المصري وتحويله من رأي الحياض إلى الرأي الدائم اليوم نحن مع ثورة ثلاثين ستة مرحلة جديدة من مرحل التطوير الزراعي تطوير نظم الرأي مرة أخرى بعد ثورة يوليو لكي تتحول إلى نظم رأي حديثة والتي بلأنا مزاجها من تبطين الطرع وكذلك التوسع الأفقي من خلال ضم أكثر من مليون ونصف فدان في الدلتا الجديدة وتوشكا وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها من المناطق نعم يعني ثورة الثالث والعشرين من يوليو سيتم الحديث عنها وكل عام سنتذكر عنها الكثير والكثير أنا بشكرك جدا الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع